اهلا بحضراتكم منذ ايام قليلة اودع العالم اسطورة من اساطير السحرة المستديرة وهو بيلي بيلي رحل عن عالمنا بعد ما حفر اسمه بحروف من ذهب بتجعله موجود رغم رحيله واسمه بتذكره الاجيال مهما مرت السنة والتات حتى الان لم يتم دفن الاسطورة الراحل لبيلي ولكن بيتم تجهيز في الوقت الحالي للانتهاء من مراسم الدفنة وتشييع الجثمان شقيقة اسطورة كرة القدم الراحل بيلي كشفت ان والدتهم ما تعرفش لحد دلوقتي بخبر وفاة ابنها وقالت نصا في احدى تصريحاتها الصحفية والدتي في عالمها الخاص وقالت كمان ماريا شقيقة بيلي في تصريحاتها ان محدش قدر يخبر والدتها بوفاة ابنها بيلي لانها طريحة الفراش وبلغت من العمر مئة عام ووضحت ماريا ان امها التي لم تعد تتفاعل بشكل واعي مع محيطها وكانت بتقول دائما انها ستصلي من اجل شفاء بيلي اكدت كمان الشقيقة الوحيدة المتبقية على قيد الحيال بيلي لما تسألت عما اذا كانت الام تلقت نبأ وفاة بيلي فردت وقالت انها لا تعرف تحدثنا لكنها لا تعرف انها بخير لكنها في عالمها الخاص الصغيرة والدت بيلي كانت احتفلت بعيد ميلادها المئة في 20 نوفمبر الماضي ووقتها سجل بيلي هذه اللحظة الخاصة بمنشور وصورة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام واتكلمت كمان ماريا عن بيلي وقالت وصفت حالته لما كانت معاه في المستشفى وقبل ايامه الاخيرة قبل ايامه ليلة من وفاةه وقالت بدأ وكأنه كان يشعر انه سيرحل كان الامر صعبا للغاية نحن نعلم اننا لسنا مقلدون ولكن خبر وفاته احزن قلوبنا للغاية خلينا اقول لحضراتكم ان بيلي توفى طبعا عن عمر يناهز 83 سنة وزي ما حضراتكم عارفين مشواره متوج بالعديد من الالقاب وكان اهمها لقب كاس العالم اللي ادري حققه 3 مرات وهو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم اللي حقق هذا اللقب ل3 مرات مع منتخب البرازين يوم الخميس الماضي 24 ديسمبر توفى بيلي عن عمر 83 عام بعد معرقة كبيرة ضد سرطان القولون واثارت وفاة بيلي اللي بيعتبره كتير من محبي كرة القدم افضل لاعب كرة القدم في التاريخ وطبعا وفاته اثارت موجة كبيرة من التأثر حول العالم كله وده دفع طبعا البرازيل انها تعلن الحداد الوطني لمدة 3 ايام تقديرا لللاعب الراحل بيلي اللي بيعتبر واحد من اهم لعب البرازيل ومش بس لعب البرازيل واحد من اهم لعب كرة القدم في العالم بل وبيعتبر البعض اهم لعب كرة القدم ان جابته الملاعب في العالم وفي التاريخ كمان هلونا ننتقل لجزئية تانية متعلقة بدفن بيلي كشفت وسائل اعلام اجنبية ان اسطورة السحيرة المستديرة هيتم دفنه في مقبرة عمودية مكونة من 14 طابق في مدينة سانتوس السحلية في البرازيل وبيتواجد فيها 14 الف كبو وكمان شلال ومتحف للسيرات كمان التقارير كشفت انه هيتم نقله الى ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس لمدة 24 ساعة وبعد كده هيتم استحابه في الشوارع للتوقف خارج منزل والدته وهيتم وضعه اخيرا في نصب نيكروبوليس المسكوني اللي هو يكون قبل دفنه بشكل رسمي بحسب ايضا وسائل الاعلام في ان المقبرة المكونة من 14 طابق في وسط السانتوس هيتم دفن فيها بيلي يوم 3 بعد 3 ايام من الحداد الرسمي علي دي كل تفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمعلومة او تصريحات اللي قدلت بيها شقيقة بيلي عن ان والدته حتى الان لا تعرف وفاته وايضا تفاصيل الجنازة ومراصم الدفن والمكان اللي هيتم تشييع فيه جسمان بيلي اسطورة كرة القدم وفي النهاية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء